اهلا اعزائي حديثنا عن الفتور الروحي الشخص الفاتر هو اللي ما عندهش تأثير ما عندهش فاعلية هو شخص مساوم مساير شخص مش عم بيعمل مش عم بيتحرك يعني الثمر الروحي مش واضح في حياته فالشخص الذي لا يقرأ كلمة طلاب يتغزى عليها الشخص اللي ما بيصلي والشخص اللي ما عندهش شركة روحية مع الرب ولا شركة وعلاقة مع اخوته المؤمنين الشخص الفاتر هو اللي بيتشبه في العالم بتشبه في العالم كلامك بسلوكك بتصرفاتك باسلوب ونمط حياتك بتبتدي تتبنى فلسفات قيم وانظمة عالمية اللي هي ضد نظام الله ضد نظام الكتاب المقدس ضد نظام الرب يسوع المسيح سواء في حياتك اجتماعياتك في كل شيء يعني في اولوياتك يعني انت لما الوقت بتقضي بتقضي على ايش يعني اذا انت مثلا على الفيسبوك شو نوع الكتابات على الفيسبوك اللي اللي تماخد او الشاغل الاكبر في حياتك على الفيسبوك هالاشياء بتمجد الله او انت دايما في اي خبر جديد عالمي انت مستعد تنقله لالاف من الناس وغير مستعد تنقل رسالة الرب للناس اللي حواليك اللي بتحبهم موسيقى